قدم وزير العاد الحافظ الأختام عرضاً حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة أو الأصلية ويتضمن مشروعاً مرسوم الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية وهي الفئات التي قامت بأعمال خارج الوطن ألحقت ضرراً بمصالح البلاد أو تمس بالوحدة الوطنية الانخراط منظمات ونشاطات إرهابية بالخارج أو يقوم بتمويلها أو بدعاية لصالحها تستهدف الجزائر التعامل مع دولة معادية للجزائر وتسجيب كل هذه الإجراءات لما تسمح به الاتفاقية الدولية واستنفاذ إجراءات الطعن